السلام عليكم أعزائي متابعين قناة جند كلاش أهلا بكم في كل وقت وكل مكان يا رب تكونوا دائما في أفضل حال بنعتذر الفترة اللي فاتت دي عن الغياب لكن كانوا ظروف معينة إن شاء الله هنرجع ورجع لكم النهاردة في فيديو إن شاء الله قوي مفيد يا رب يأجبكم يا رب الجماعة يستفيدوا منه النهاردة هنتكلم مع بعض عن إزاي تقدر تعمل سلسلة فوز كبيرة من غير ما يكون عندك الكلان قوي من غير ما يكون عندك كرة قوية كتيرة وخلوا بالكم إحنا هنتكلم في حرب القبائل حرب الكلانز كلان وورز مش هنتكلم في الدوري يعني الدوري له استراتيجية تانية له سياسة تانية له طريقة تانية لو أنت كنت عايز تكسب أو تحقق مركز متقد لكن النهاردة هنتكلم عن الحروب العادية وطبعا الكلام ده ممكن بيختلف مع التحديثات اللي بتحصل كل شوية فإحنا حاليا في مارس 2020 فهنبدأ نتكلم إزاي إنك تقدر تحصل بأضع في الإمكانيات المتاحة على سلسلة تكون أطول ما يكون طيب أنا عايز أجيب سلسلة فوز طويلة وإمكانياتي ضعيفة القرى اللي موجودة عندي مش كلها قوية مش كلها مستوى عالي الكلان برضو مش كبير إزاي أقدر أعمل ده في الفيديو هنبدأ نشرح بالتفصيل خطوات الكلام ده خليك معنا لآخر الفيديو وإن شاء الله تستفيد منه السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله هنقسم الحرب لثلاث مراحل أساسية أو ثلاث محاور أساسية أول محور فيها هو التشكيل طبعا الحرب عندي مش بتبدأ وقت بداية الهجمات لا الحرب بتبدأ بدري جدا عن كده الحرب بتبدأ وقت لما أنت بتبدأ تختار التشكيل إلا هتالم به الحرب فده تبقى أول مرحلة هما ثلاث مراحل أو ثلاث محاور أول محور عندنا هو تشكيل الحرب تشكيل الحرب هيبقى عبارة عن مجموعة من الخطوات أو مجموعة من المبادئ اللازم ترعيها كويس جدا وإنت بتشكل الحرب أول مبدأ فيها وهو الجواكر إنت أو أنت عندك قرى الجواكر لازم باستفيد بيها ولازم تحاول يبقى فيه عندك جواكر ثم زي ما إحنا عارفين إن في تحديث من كام شهر اللعبة وقفت الجواكر وأعتقد إن ده كان قرار حكيم جدا من إدارة اللعبة لإن إحنا كنا وصلنا لدرجة إن أي حرب دلوقتي اللي بيبقاها جواكر أكتر هو اللي بيكسب الكلان اللي بيعلن الحرب من غير جواكر بيخسر فكان الحل عشان تضمن إن ما يجيلكش خصم فيه عنده جواكر إنك بتخلي التشكيل بتاعك كله قوي فيجيلك خصوم قوية ما فيهاش كرة جواكر ده كان الحل الوحيد اللي كنا وصلنا لوقتها لكن كان القرية اللي بيبقى مثلا فيه كلانات بتدخل بتشكيل متدرج فيه عندك توانات 12 11 10 9 وهكذا بيدخله مثلا إنه طبعا مش كل كلانات كلانات طوبة مش كل كلانات قوية كل التوانات اللي فيها ماكسلا بيبقى فيه كلانات فيها كرة ضعيفة فلما كنت بتدخل بتشكيل متدرج كنت دايما بتلاقي الخصم عنده جواكر وكان اللي ما عنده الجواكر بيخسر الحرب وبدأنا بسبب القصة دي أنا من حوالي تقريبا سنتين بدأت أتجه للقصة دي إنه لازم يكون فيه عنده كرة جواكر عشان أضمن إنه يبقى لي سيطرة في الحرب طيب الكرة الجواكر فين وعين؟ كرة النوع الأولاني وقال لها بقى فيته خالص عن طريق إن انت دلوقتي عشان تعمل أبديت أو تعمل أبجريد للمبنى بتاع التوان لازم تنزل كل المباني وكل الدفاعات زمان الكلام ده ما كانش موجود كنت ممكن ترقل غاية التوان ماكس وقتا ما كان موجود عندنا توان 11 من غير ما تنزل كل المباني وعليه كنت ممكن تلاقي آخر واحد في الخريطة بيهجم على أول واحد في الخريطة وبيقدر يجيب ثلاث نجوم أو نجمتين وبنسبة عليه طبعا الكلام ده أفقد اللعبة كتير جدا من المتعة النتيجة اللي كده طلع القرار من إدارة اللعبة وكان قرار حكيم وبرضو بسبب القرار ده اللي كان عنده أي قرة بقى الجواكر بقى تعتبر كنز لأن دلوقتي ما عادش ينفع أنك تعمل قرية جوكر ما عادش ينفع أنك القرية دي تبوزة أنك لو بوزتها نزلت فيها الدفاعات أو رأيتها خلاص ما عايتش زوكر زي الأول ده كده بنسميه جوكر صريح زي القرية دي ما فيهاش أي دفاعات خالص مجرد فخاخ والفخات دي على أساس أنك تعرف تحافظ على الموارد برضو لما تحب تجمع موارد ما فيهش دفاع ما فيهش عندي غير مدفع ده فقط تمام الجيش بتاعها بيبقى قوي أنا عندنا الملوك تقريبا ماكس الأمر ماكس الملك فضل عشر ليفلات الملك فضله طمانتاشر ليفل طبعا بترقي بقى الكلام ده بالراحة براحتك ده كده كده الموارد بتاعتك كلها رايحة للجيش والملوك فقط على أقل من مهلك الجيش هنا تقريبا يمكن جيش الاكسير العادي ماكس طبعا 11 كله ماكس جيش الدارك لأ هو لسه اللي محتاج يترقى شوية تمام وهكذا حتى القارة دي جايب 1200 و 9 نجمع لد نجوم كبير فهو الالف مش عدد صغير فيه بقى برضو كرة جواكر غير صريحة يعني ايه يعني لو شوفنا مثلا هنا فيه كرة جواكر فيها بعض الدفاعات الاقل يعني ايه مش بدون دفاعات خالص لا مهما مجموعة من الدفاعات ولكن الدفاعات ضعيفة لا ترق انها تكون دفاعات قوي زي القرية دي القرية دي مثلا فيها فخاخ تمام فيها ابراج ارشار فيها مدافع فقط دفاعات ضعيفة جدا دي ممكن برضو اسميها جوكر صريحة لكن الجواكر الغير صريحة ودي اللي اللعبة طبعا ما تقدرش ان هي تعمل لها حاجة ان انت بتعمل قرية جيشها اقوى من دفاعها يعني على سبيل المثال قرية زي قرية تايم القرية دي لو اخدت بالك هتلاقي ان القرية هنا كل الدفاعات ماكس تاون 11 لكن ما فيهاش انفيرنو تمام ما فيهاش الاتنين انفيرنو ما فيهاش مدفعية النصر وباستثناء ذلك كل الدفاعات ماكس الجيش بتاعي زي ما احنا شايفين برضو الملوك قريبين من الماكس تمام جيش الاكسير كله ماكس جيش الدارك قره بيبقى ماكس شغلين في الترقيات فيه قره بيبقى ماكس يمكن اكتر من نصه بقى ماكس تمام معادة النجوم برضو معادة كبير دي بنسميها جوكر غير صريح يعني الجوكر الصريح هي قرية فيها دفاعات سفرية او ما فيهاش دفاع خالص جيش فقط لكن الغير صريح عندك دفاعات لكن اضعف من الجيش انت بقى وانت بتعمل التشكيل سواء عندك جواكر صريحة او جواكر غير صريحة لازم اي قرية من دول يتم استخدامهم في الحرب يعني مثلا على سبيل المثال فيه هنا جوكر غير صريح تاون 13 قرية مثلا بروف زي ما احنا شايفين القرية تاون 13 الصور بتاعها ضعيف جدا الدفاعات موجودة ضعيفة يعني المدفعية لفل اتنين طبعا المفوت كانت تبقى لفل اربعة لفل اتنين الانفيرنو ما هواش ماكس الدفاعات ما هياش ماكس لكن بص للجيش بتاعه بروف او الجيش الجوي تحديدا هتلاقي بالون ماكس الالكترو الكهرابي ماكس الملوك مش ماكس بس قريبين من الماكس تمام او يعني مش ضعفة الملوك اقوية فانت هنا قرية جيشها اقوى من دفاعها طالما جيشها اقوى من دفاعها دي لازم تدخل حرب وده النوعية اللي انت بتركز عليها في التشكيل بتاعك احنا عندي نوعية القرى ممكن اقسمها لتلات نوعيات في قرية جيشها اقوى من دفاعها دي بسميها قرية زكية في قرية جيشها مساوي لدفاعها في القوة دي بسميها قرية قوية ايا كان لفل التاولن تمانية تسعة عشر احد عشر في قرية بيبقى دفاعها أقوى من جيشها دي الأسف بسميها قرية غبية يمكن فيه كتير من الكلانات لحظت إنها بتخسر حروب كتير بالرغم إنهما بيدخلهم بقرية دفاعها قوى جدا ما هو إنت عشان بتدخل بقرية دفاعها قوى جدا فبيجي لخصم الدفاع قوى جدا جيشه لو جيشه أفضل من جيشك أو بعرف يهجب أحسن منك هيكسبك لأن الأسف طبعا هو بدأ في ساستة توازن يحاول يعدلوها شوية لكن لازالت المشكلة قائمة بيجي لك الخصم على أساس قوة الدفاع إنت الدفاعات بتاعتك مجموعة بيساوي مجموعة الدفاعات اللي عند الخصم في القوة بمعنى إنت لو حاطت قرى مثلا قرية زي الجوكر دي اللي هي كانت يعني حتى تعالوا نشوف مثلا في الحرب الحرب اللي شغالة حاليا قرية لفل اللي هي قرية الجوكر اللي شفناها من شوية كان رقمها خمستاشر وتاون حداشر جيش ماكس طيب تعالوا نشوف رقم خمستاشر عند الخصم رقم خمستاشر عند الخصم قرية تاون عشرة وتقريبا كمان هي قرية جوكر وده اللي بنسميه جوكر غير صريح الدفاعات ضعيفة جدا بس عشان يقدر يطلع بالتاون ويراء الجيش فأنت بيجي لك طبعا لو هو كان الخصم عنده الجواكر كنت هتلاقي الليفل بتاعك ده قدامه قرية مثلا تمانية أو قرية تسعة إزاي؟ يعني مثلا ده خمستاشر عند الخصم اهو لو طلعت فوق عند الخصم وجيت تشوف مثلا قرية ليفل مثلا اتناشر قرية رقم اتناشر في الحرب تاون تسعة يعني انت متخال انت تاون حداشر ماكس تمام؟ انت ترتبك في الخريطة خمستاشر رقم اتناشر عند الخصم تاون تسعة ومش تاون تسعة ماكس في كل حاجة يعني حتى الصور الصور مش قوي الصور مش ماكس تمام؟ زي ما احنا شايفين ممكن كمان تاون تسعة وبدون اقواص يعني لو تاون تسعة وفيه كمان اقواص ودفعاته ماكس كان هيبقى كمان اعلى شواف الترتيب فدي فائدة القرى الجوكر لان دارة اللابة بتحدد لك الخصم على اساس قوة الدفاع بتجيب لك قوة دفاع قد القوة بتاعتك ايا ان كان بقى هم تاون كان فكده الجوكر بيعمل لك كزا فايدة اول فايدة ان هو بيجي له خصم سهل هو بيقدر يمسحه بسهولة بيقدر يجيب يقفله بيقدر يجيب تلاتة نجوم بسهولة تاني حاجة بيقللك القوة بتاعت رقم واحد واثنين واثنين في الخريطة الفايدة التالتة لكرة الجواكر ان انت تقدر تعوض بيها لو فيها هجمات ضاعت من الكرة العادية وممكن تيجيب بها فوق ممكن تستخدمها كهجمات استكشافية لو عند رقم واحد او اتنين في الخصم عايز تعرف مكان الفخاخ او مكان اللي هو مخبي فيه التسلا فممكن تعمل هجمة استكشافية بقصة القراءة الجواكر وبتقدر تعوض بيها الهجمات التانية دي كده كانت اول نقطة في تشكيل حرب تاني نقطة لازم ان يكون التشكيل بتاعك في ناس بتعرف تهجم ارضي وناس بتعرف تهجم جوي ويفضل كمان اللعب اللي بعرف في استخدم الاتنين عشان بيبقى فيه مخططات عند الخصم سهل تتمسح جوي وصعبه ارضي وفيه مخططات تانية سهل تتمسح ارضي وصعب جوي فلازم التشكيل بتاعك ما يبقاش كله ناس بتهجم جوي كويس وحشين في الارضي او ناس بتهجم ارضي كويس وحشين في الجوي لازم يكون تشكيل اما فيه ناس بتعرف تهجم الطريقتين جوي وارضي او فيه ناس بتعرف جوي وناس بتعرف ارضي تالت حاجة اي حد بيراقي الملوك الاربع ملوك بتاعنا الملك والملكة والامر والبصلة الملكية اي حد بيراقي حد من الاربع ما ينفعش يدخل التشكيل خصوصا الناس اللي بتقف اول التشكيل لازم ان دو قرى اللي دخل الحرب كلها يكون الملوك بتوحى جاهزين بالذات الناس اللي فوق لو تفرقتوا على هجمات ساعت بالملكة الماشية مثلا بتقدر تمسح ربع او تلك القرية فانت متخالي الكلام ده وانت راجل في اول حرب ومن غير ملوك او بترق الملوك في وقت الحرب طبعا دي غلطة كبيرة جدا ومشكلة وساعات ممكن انت بتبقى عندك الحرب بتخلص على فرق نجمة او تعادل وفرق نسبة الضمار فانت متخالي لو قرية من اللي كانت بترق الملوك الملك بتوعها او الملوك بتوعها جاهزين اكيد كانت فرقات كتير في الحرب رقم اربعة خليها لجنب شوية رقم خمسة لو انت او انت بتختار التشكيل في عندك مقارنة او مفضلة بين لعبين عايزين اشتركهم في الحرب طبعا لو مش في اول تلاتة بتبقى الافضلية للي الجيش بتاعه اقوى وملوقه اقوى بغض النظر عن الدفاع بل بالعكس لو الدفاعه اضعف يبقى افيا دليك يعني انت بتبدأ تدي ويت اكبر للجيش والملوك سادس حاجة او انت بتعلن التشكيل او انت بتعلن الحرب بتعلن في الوقت المناسب للناس اللي داخل الحرب ما هو ما ينفعش انعلن الحرب والناس المشاركين مش فاضيين فلازم يكون معاد الحرب اللي انت بتعلن فيه متناسب مع امكانيات ظروف وقت اللاعبين الموجودين وخصوصا لازم اخر ساعتين في الحرب يكون وقت اللاعبين يسمح انهم يكونوا كلهم موجودين تعال لابل نوت رقم اربعة انه لازم يكون على الاقل تلات قرى اقوية في صدارة التشكيل على سبيل المثال مثلا اندي كانت رقم واحد عندنا في التشكيل زي ما احنا شايفين القرية ماكس تقريبا ما فيهاش اي حاجة فاضل بس من بعض الفخاخ يعني لو اخذنا بالنا هنا القرية بالكامل ماكس رقم اتنين يمكن مش مش ماكس ما هواش بالقوة الكبيرة لكن دفاعه متناسب مع جيشه يعني لازم اول تلات قرى في التشكيل يكون جيشهم ماكس تمام طبعا ده امر مفروغ منه يكون دفاعهم ماكس او في نفس القوة بتاعت الجيش دي اللي بنسميها قرية قوية لازم اول تلات قرى في التشكيل عشان نضمن ان الجيش بتاع الخصم ما يقدرش يقفل او يمسح اول تلات ارقام عندك فلازم اول تلات ارقام يبقى دفاعهم قوي بالاضافة لجيشهم القوي المحور التاني اللي هنتكلم عليه وده برضو قبل ما الحرب بتبدأ قبل ما الهجمات تبدأ وهو الدعم خد بالك الدعم بيفرق كتير جدا وما تستهينش بيه وما تدعمش اي حاجة في الخريطة الدعم عشان يكون مؤثر ويفكتف يكون الدعم له تأثير كبير رقم واحد بتخليه متغير على قد ما تقدر ما يبقاش الدعم حاجة واحدة في الخريطة كلها ليه الخصم هجم على قارية مثلا عندك في الخريطة لقى الدعم بتاعها مثلا تنين دراجون فما متوقع ان القارية اللي تحتها واللي فوقها نفس القصة ان الدعم برضو تنين فهيدخل جهز له بطريقة معينة بيبدأ يتعامل معه بيبقى محضله سحر معين او محضله يعني طريقة هجوم معينة عشان يتفادى طبعا انت لما بتعمل الدعم مختلف او متغير تمام بتعمل شك بتعمل مفاجأة مثلا هو داخل يهجم على اساس ان الدعم تنين لقى الدعم سحرات داخل يهجم على اساس ان الدعم تلجي لقى الدعم تنين فعلى قد ما تقدر بيكون متغير طبعا دعم قوي بس يكون متغير ما يبقى السابت في الخريطة كلها رقم اتنين بتحاول تختار نوعية من الدعم تتعب جيش الخصم او تضيع منه وقت اثناء الهجمة وانت ممكن تعرف الجيش اللي الخصم هيهجم بيه عن طريق ان انت ممكن تبص على البروفيل بتاع اللي عابين بتاع الخصم شوف ايه الجيش الماكس اللي عندهم فده المتوقع انهم هيهجموا بيه او بص على المعسكرات عندهم شوف ايه الجيش الجاهز وده اللي غالبا ههجمه بيه او لو فيه امكانيا يكون فيه قارية ينفع تدخل كلانا الخصم او يكون فيه جاسوسيناك فمن خلاله بتقدر تعرف ايه الجيش اللي الخصم معتاد الهجوم بيه وعلى اساسه بتبدأ تحط دعم يتعامل مع الجيش ده اه برضو انت بتدعم دخل بالك من شوية قواعد كده ان انت ماينفعش عندك ولو هتحط في الدعم بيبي دراجون انك تحط جنبه اي وحدات جوية في الدعم لان البيبي دراجون عشان خاصية العصبية بتاعته تشتغل اللي هو الغطب اللي تبع البيبي دراجون لازم يكون لوحده في الجو فماينفعش تحط معه وحدات جوي وعلى قد ما تقدر برضو تحاول تخلي الدعم ينفع للارضي والجوي يعني مثلا ماينفعش تخلي الدعم كله بالون افرض الخصم هجم جوي بقى الدعم بتاعت عديم يلفائد مالوش اي لازمة من بعض الدعم المفضل طبعا انك ممكن تخلي الدعم كله ساحرات طبعا كله ساحرات بتتعب جامد زي ما هوريكو دلوقتي هجمة هنشوف الدعم لما كان كله ساحرات عمل ايه في الخصم ممكن يبقى كله تلجي برضو ممكن ساعة الخصم ما بيعرفش يتعامل مع الدعم يعني مثلا عندك القلع في القرى الماكس 45 تاخد تلاتة جلوم سالجي مع بعض فممكن تلاتة مع بعض الخصم ما يعرفش يتعامل معهم تمام وفيه برضو فيه الدعم اللي فيه ناس بتفضل ان يكون الدعم جواه كذا حاجة ساحرة مع جلوم سالجي مع بيبي مع مينيون مفيش مشكلة الكلام ده كله انت ممكن تنوى يعني ممكن رقم واحد في الخريطة تلاتة تلجي رقم اتنين كله ساحرات رقم تلاتة فيه كذا ممكن برضو الناس بتحب تستخدم اللافة الحمام بتتعب الملوك جدا بتاخد عشان صحتها كبيرة بتاخد وقت كبير جدا من الملوك عشان يدمروها مش بس كده لو الملك وقف لوحده او الملكة لوحدها بعد ما بتتدمر اللافة وفيه عند اللافة الصغيرة ممكن تقتل الملكة ففيه ناس بتفضل اللافة بتتعب الناس اللي بتهجم ارضي لو معرفش هتخلص منها بسرعة بالطريقة المناسبة تعالوا كده نشوف دي هجمة الخصم في الحرب الحالي على رقم اتنين عندنا يمكن زي ما احنا شايفين الجيش بتاع الخصم كله ماكس تمانية الكترو ماكس تمانية بالون ماكس الملوك الاربع ماكس تمام عشان مرضو ما طاولش عليكم نسرع الهجمة طبعا هنا كان الدعم كان كله صاحرات معهم منكم هنا بقى نبدأ نبطأ ونشوف هنا الدعم بدأ يعمل ايه بدأ عندي هنا الدعم يخرج طبعا الجوز اللي كان فاضل من الجيش كبير مش صغير بدأ الكناس مع الدفاعات مع الدعم يتعامل مع الجيش ده طبعا هياكل الصاحرات اتعابت الملوك اتعابت التنين شايف الجيش ده كل واقف عايز يضرب مش عارف يضرب التنين بياخد وقت عشان يضرب فمجرد ما بياخد وقت عشان يضرب الهيكل بتاع الساحرة وخلاص هيضرب بيكون الهيكل مات فيشوف هيكل تاني فيبدأ يعدي من اول وجده عشان يضرب فكل ده التنين واقفة ما بتعملش حاجة والمدفعية مستلمها مدفعية النصر عمالة تضرب فيه والدعم مش عغال لغاية دوقات الساحرات لسه عيش فزي ما احنا شايفين هنا تم تدمير جزء كبير من الجيش او بازة الهجمة بالرغم من الجيش كله ماكس خبط يعني وضمر التاون بالعافية كانت ممكن الهجمة دي تطلع نجمة واحدة زي ما احنا شايفين طلعت نجمتين بالعافية يعني لما كانتش التاون اتدمرت كمان كانت ممكن تبقى ايه نجمة واحدة ودي من ضمن الحاجات اللي بتبين اهمية الدعم ايه المحور التالت وده اخر حاجة خلاص لاربعة وعشرين ساعة اللي بنقدر نقوم فيهم بالهجمات بتبدأ في النصف الاول من الاربعة وعشرين ساعة دول اللي هو النص الاول من وقت الهجمات ان الهجمات المتأكد انها بتجيب تلات نجوم فهي اللي تهجم في الاول هجمة مش واصق انك هتجيب تلات نجوم من المخطط ده لأ اصبر بتبدأ طبعا من تحت الفوق اللي ضعيف بيهجم بعدين اقوى منه شوية فالاقوى منه شوية وهكذا الجواكر بتستنى شوية لغاية ما يعدي نص الوقت بيبدأ بعد نص الوقت القرى الاضعف والقرى المتوسطة سواء كقوة سواء كمهارة بتكون خلصت هجمتها فبتبدأ بقى تبص على الخريطة وتحدد انت فاضل لك كم خصم من تحت محتاج انك تقفلهم تقفل المخطط بتاعم تجيب تلات نجوم فاضل عندك كم مخطط فوق محتاج تهجم عليه انت فاضل معاك كم هجمة في معاك كم هجمة جوكر ممكن تقفل بقى تحت التقييم للوضع الحالي وعلى قد ما تقدر بتحتفز بهجمتين او تلاتة من اقوى الهجمات لغاية اخر ساعة او اخر ساعتين بيكون ورق الضغط على الخصم بيفضل خصم خايف ومستني مش عارف انت هتهجم امتى وهتهجم على مين فبيبدأ يلعب بحصر جدا الكلام ده بحط تحت ضغط عصبي وارد ان هو يغلط جدا وارد ان هو نتيجة لكده يفقد بعض الهجمات الناس من عنده تنسى تهجم او ما تلحقش تهجم او تهجم تحت ضغط وتوتر فتفقد الهجمات بتاعتها طبعا زي ما احنا شايفين في الحرب الحالية احنا المفروض محتفزين بهجمتين قويتين لرقم اتنين عندنا نتيجة لكده الخصم خايف يهجم الخصم فاضل تقريبا سبع ساعات ونصف عن نهاية الحرب القرى قوية اللي عنده كلها خايفة تهجم يمكن هو هجم مرة واحدة على رقم اتنين عندنا جاب نجمتين وخاف يكمل هجماته وميستنى الوضع يبقى فيه ايه ميستنى الهجمتين بتاعنا طبعا الكلام ده زي اللي هنتكلم عليه لما انت بتشير كارت الاخر برضو بيقى الخصم بيخليه فكر كتير قبل ما يهجم كل هجمة تعالوا نشوف مثلا الحرب اللي قبل كده زي ما احنا شايفين السلسلة في حوالي تسع فوز حاليا الحرب اللي قبل كده احنا حطين طبعا المخاططات القوية في الاول الخصم نجمتين من رقم واحد نجمة من رقم اتنين نجمتين من تلاتة نجمتين من اربعة تمام ما قدرش يقفل اي حاجة من الاربع مخاططات الاقوية اللي احنا حطينهم فوق على عكس احنا تماما قفلنا كل المخاططات مع عدى رقم واحد وجابين منه نسبة مش صغيرة فوق السابعين في المية واخر حاجة ما ينفعش انك تدخل على التشكيل بتاعك مجموعة كرة الاول مرة انت عندك تشكيل شبهم ثبته وارب بيجي لك ناس من بره مثلا او ناس بتتضم الاول مرة فعايزة تدخل حرب انت لقيتها مناسبة لسا ما تعرفش بيعرفي هجومه كويس وملتزمين في الحرب ولا لا فعلى قد ما تقدر ما تدخلش اكتر من قرية او اتنين في الحرب اسف طبعا لو الفيديو طويل عليكم حاولت على قد ما اقدر الم كل النقط اللي ممكن تكون مفيدة يارب يكون الفيديو ده مفيد يارب يكون الفيديو ده كويس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا ومن هجماتنا ما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناة لو انت اول مرة بتشرفنا في القناة ولو الفيديو عجبك شير وانشوره وسط صحابك بالتوفيق باذن الله ومبروك عليك اول سلسلة فوز تفوز بيها ويا رب نحوز دايما اعجب موسيقى